البطولة الدبلوماسية في النادي الاهلي الجزيرة وطبعاً أنا واحد من أعضاء مجلس الإدارة اللي أكيد عاملين مجود كبير جداً جداً وبشرفنا وبين نورنا وهنتكلم معه أكتر عن مرسم القرعة لأستاذ طاري أنديل عضو مجلس الإدارة أستاذ طاري زي حضرتك أهلاً وسهلاً أخبر حضرتك إيه الحمد لله حياتي ليكم والأستاذ المشاهدين بدايةً بس عايزة يعني أتكلم عن التقطيع المميزة اللي أنا شايفها والأمانة للقناة الأهلي وده حاجة بتدي طبع برضو أفضل قدام الحضور كلهم يعني وإنها بتدي حق جماهير الأهلي وأعضاؤه في الاطلاع على كل الأدوار اللي بقمهم بيها النادي الأهلي ومجلس الإدارة طبعاً للمسمة الثالث على التوالي النادي الأهلي زي ما هم عودنا يكون ليه دور وطني داخل مصر أكيد النادي الأهلي ليه دور عالمي ومن الأدوار العالمية هو تنظيم بطولة أو البطولة الدبلوماسية للمرة الثالث على التوالي في النادي الأهلي الشيخ زايد شايف الأرعة وشايف البطولة وشايف التنظيم الزي ستار هو الحدث في حد ذاته أنه بيقام في مصر وفي النادي الأهلي اللي هو الحمد لله معقل وله الريادة معقل الوطنية ومعقل التاريخ الكبير وله الريادة في كل المجالات في مصر الحمد لله في النحاء الاجتماعية والرياضية حاجة مشارفة طبعاً حاجة شفت منظر المظهر الجميل حاجة مشارفة قدام السفراء وممثل الهيئات الدبلوماسية البطولة دي للسنة الثالثة بتقام والحمد لله بتنظيم بيشهد به الجميع بتبقى مظهر مشرف لمصر وصلاً احنا مشارك المرة دي 21 سفراء وهيئة دبلوماسية حاجة جميلة دي بتعزز أواصر وروابط المحبة والود بيننا وبين الدول الأخرى بتسهل لكل الفرق الوطنية أثناء سفرها وتمثيلها في الدول الأخرى بيبقى فيه بتبني نوع من العلاقات الجميلة اللي مبنية على الاحترام وعلى أن هم يتعرفوا على دول مصر أكبر ودول النادي الأهلي بحكم كونه أكبر الأندية الموجودة في جمهورية مصر العربية طبعاً احنا مش بس يعني بتقول لسادة المشاهدين أن مش بس يعني أعضاء مجلس الإدارة اللي حرصين على من يهم يكونوا موجودين ده كمان فيه لعيبة النادي الأهلي والقدامة وكل فرد من منظومة النادي الأهلي حريص على أنه يحضر مرسمة القرعة اللي زي حرج ما بتقول هي بتعكس مدى أهمية دور النادي الأهلي خارج مصر وطبعاً أكيد شيء مهم جداً وطبعاً يعني كلنا عائلة واحدة عائلة النادي الأهلي وبالتالي وجود لعيبة النادي الأهلي وكل القدامة ده شيء أكيد يساعدنا كلنا زي ما قلت حقك وبكرر تاني هو نوع من المظهر اللي مش مجرد مشارب بس لمصر ولطبيعة النادي الأهلي هو نوع بيعبر على العلاقات الودية والعلاقات التي تربط النادي الأهلي بالدول الأخرى كممثلاً عن مصر بيغلب عليها أكتر من الدور الرياضي الدور المجتمعي اللي بيمثلهم النادي الأهلي نيابة عن مصر مع الدول الأخرى دي بتسهل حاجات كتيرة بتخلي فيه نوع من الألفة والمؤدى لا تتخيل كم السفراء اللي كانوا بيتكلمهم شوية ممثل الهائلات النادي الأهلي فيه ترحيبهم وفيه الحمد لله إعجابهم بالتاريخ اللي هم موجودين فيه كتاريخ النادي الأهلي طبعاً تازل السفرسة دي بشكر زمينة المهانس خالد مرتجي طبعاً بيقوم بدور بجهد مشكور جداً في تنظيم البطولة دي ودي للسنة التالتة النادي بنظمها نظمها السنة اللي فاتت المهانس خالد مرتجي وأشرف على تنظيمها والسنة دي والحمد لله كابتل محمود الخطيب مهتم جداً بالبطولة دي بالذات لأن هي زي ما أقول لحيارك بخلاف أن هي بيبقى محفر رياضي وفيه نوع من النشاط الجميل اللي هيقام إن شاء الله في الشيخ زايد اعتباراً من الجمعة الجاية هو بيحمل كمان طابع التمثيل المشرف للنادي الأهلي كاعدته قدام كل المحافل الدولية اختيار السفارة الألمانية للنادي الأهلي أكيد اختيار في محله لكن عايز أعرف رأي حضرتك أكيد في أسباب لاختيار السفارة الألمانية إنها أكيد بتنظم البطولة كل سنة لكن دايماً اختيارها بيكون في محله بيكون على قدر المسؤولية وأجيد في أسباب كتيرة جداً لاختيار اسم النادي الأهلي في التنظيم والفعاليات اللي بتتمي من خلاله هو الاختيار مؤكدا مبني على قدر النادي الأهل الحمد لله في كم علاقات الحمد لله طيبة بين الصفارة الألمانية وصفارات كتيرة أيضا العلاقات المتدى دي بين النادي الأهل كونه أكبر نادي في مصر له الرياضة بالتلقائية بتخلي الحمد لله الصفارة الألمانية أو غيرها لما بيجوا يشرفوا على تنظيم حاجة أو يرعوها على طول بيتجهروا النادي الأهل وده النادي الأهل المتعود عليه والحمد لله متعود أنه يكون له الصبق ويكون له التنظيم اللي بيشرف مصر وصومة مصر سوستاري يعني سعيد جدا بكلمات حضرتك ونتمنى لحضرتك التوفيق والمجلس الإدارة طبعا في المسيرة ومن خلال طبعة تنظيم فعالية بطولة الدبلوماسيين اللي بيتشرف عليها الصفارة الألمانية وبتنظمها للصفارة الألمانية وبتشرف على تنظيمها وفعالاتها النادي الأهل شكرا جزيزي وسوستاري ألف شكرا كنا مع حضركم